مساء الخير مساء الخير معنا مهندس مجدي صاحب أحد الورش الميكانيكية الخاصة في مصر الجديدة أهلا بحضرتك حضرتك طبعا بيجي لك ناس عشان تغير قطع غيار في عربياتها هم بيجيبوا لك قطعة الغير ولا حضرتك اللي بتجيبها والله هو لو جبتها أنا بيكون أفضل لأن هم ممكن يضحك عليهم في منهم يجيبوا حاجات سيني مش أصلية يعي قطعة الغير السيني اللي مش أصلية بتبشبيها للأصلية بس من الأسف كفائتها بتبقى أقل وتعمل تلف كبير في المطلوب طب بتعرف منين هو الشريحة ده ممكن يبقى شريحة على إنها أصلي بيشريحة على إنها أصلي زي تومباط البنزين مثلا بيكاتب عليها ميدين جيرماني وهي مش ألماني خالص كلها أصلي اللي موجودة في السوق إلا لو تباعت كاملة كلها بالعوامة بالحاجات دي دي بتبقى أصلية ومكتوب عليها ميدين كوريا مجبوغة مش مجبوعة طب بتعرف منين أنا بعرفها بقى بسفة إنا إيدي فيها على طول عرف السيني وعرف الأصل وعرف الحاجات دي كلها فأنا بقدر فيه بالزبون إن أنا اللي أجيب له حاجتها بشعوره هو هيدكي عليها وهو زي ما هيجيبهاني هالكبعة وهيمشي بيها يومين تلاتة ويلي يقول لي العط زي ما هو لأنها مش أصلية طيب عشان كده يعني يفضل إن أنا اللي أجيب له قطعة دي بغير نفسي طب أنا لو رايحة لحد وحد بعندوش ضمير أعرف ميدين إنه حطي لي قطعة أصلية من قطعة مغير أصلية مش هتعرف هيحطي لك العلبة مكتوب عليها أي إن كان ميدين كوريا ميدين جبان وهتقضي على إنها كده أنت تعتقل بالمانوان اللي عليها بس قلنا أنا عليها تشجيعها وهتجي تقول لي بقول لي هفتح العلبة عطالله أو اللي أجلق دسقيني فمش هتعرفيها طيب دلوقتي فيه قطع غيار بتبقى بيقولك زي الأصل إبقى روح مثلا يقول لي دي مثلا دي بتمنها كذا ودي الأصلي ودي زيها بالزبط وتعم أقل في السعر بس مش أصلي بيبقى فيه ناس بيبقى فيه تجارة عندهم ضم دميره بيقولولي فيه ناس بتقول لي كان عدي نوع كذا ونوع كذا ونوع تايواني ونوع كوري ونوع صلي ونوع عصلي فيه فيه تجار بيقول لي كده وده سعر وده سعر وده سعر طيب قطع بتختاري بقى في الحالة دي طب دلوقتي لو فيه قطعة متقلدة وممكن تبقى كفائتها أعلى من القطعة اللي موجودة فيه فيه صيني المرواحي على فكرة يعني فيه حاجات صيني قطعة صيني بس بتبقى صيني المرواحي يعني السيني منه أنواع لحد معاكن حد خمستاشر في الكفاءات بقى وبتبقى غالية وعلى فكرة ممكن تكون غالية لأقص أغلى من الأصل كمانا لانه بتبقى نمرة واحد حاجة محترمة ونضيفة طب دي ممكن تقزي العربية؟ لا في الحالة دي لو حاجة نمرة واحد بتسيني المضيفة قوي لا ما تقزيش العربية بتعملش حاجة وتاخد نفس الكفاءة بتاعت الأصل دي بتعرف منين؟ لا دي بتتعلم فقا من التأفيلة نفسها بتاعت النجوز اللي هو خطعة الضيار نفسها خطعة الضيار بتبقى بينا ان دي أصلية يعني تقفلها لدي وفيه سيني بيبقى عمول تحس انه معمول بلقيه كده حاجات خط البلاستيك اللي عليه أو الفيبر اللي لو عليه الفيبر أو حاجة بيديبقى حاجات زي بيكون حاجة سائعة عليها مش حاجة مببوخة مش اسطنبا معينة عاملها مش اسطنبا الأصلية كده طب الخرطين مثلا لو الخرطوم مش أصلي يأذي العربية ازاي؟ يأذيها بمجرد ما يسخل بيدرب يدرب بفض الميح لعبطوب يدرب جوان وش اسطنبا على طول طب بوجهات؟ البوجهات برضو نفس الكلام ممكن وانتي ماشي بقى تقطع مني خطنطها لم تدورش لو مش أصلية طب فيه قطع غيار ممكن تبقى أعلى وتبوز العربية تبقى أعلى من الكفاءة فاتبوز العربية ما يحصلش؟ لا ما يحصلش لو قطع غيار أصلية وبتاعة العربية بالعكس بالعكس تعيش يعني أنا مش شرط أستخدم القطع لو أنا بتعامل مش في التوكيل بتعامل برا التوكيل مش شرط أتعامل مع القطع الموصي بها من الشركة المهم يكون بتاع قطع غيار عنده ضمير يقول لي ده أصلي ده مش أصلي ده أصلي ده سيني ده كوري ده ده تايواني ده انجليزي يقولك وبناء عليك زي ما هيقولك هتقوليلي أنا كصاحب ورشة يا بركبالك بعرف وقولك لا دي كوري دي تايواني دي سيني فهو وضحك عليك هو قال لي كل اللي أدو سيني بيرجعها ساعة الوقت بيرجعها بتدفعش يعني أنا جات لي شوية برضو عربية اللي هي الأربيين اللي وقفوا برا دي أنا جاب لي ضروحها ومكتوب عليها ميدين كوريا لا تلقى الصيني ودورت على الصيني بتاعتها لقيتها بربعة تلاف وشوية طبعا يا غالية جدا أعزموني فاطبريت اللي ليه واحد السراد على الكبه قدمه أحسن اللي السراد بتبقى لفكوك من نفس الوزق العربية اه يعني احنا لو ما لقناش القطع الأصلية والتأديد بتاعها مش فائز بتدي بالاستيرات اه يعني حيافين موجودة عندهم حاجات حلوة كتير وقف بتاعت العربية أنا بفكات العربية من جزء العربية لهم عطعين نفسيين فبتبقى أضمن الليه والصحب العربي مش شكرا يا بشوانس